بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في مصر أليزاندرو فراكسينتشي مجالات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبرنامج في ضوء الأولويات الاستراتيجية للدولة والإطار الاستراتيجي لشراكة بين مصر والأمم المتحدة لتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 هذا وقد أكدت المشاط حرص مصر على التنسيق المستمر بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من برامج ومشروعات التعاون الإنمائي كما ناقشت المباحثات دعم الشراكة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لدفع التحول الأغدر من خلال التكامل مع شركاء التنمية الآخرين بالإضافة إلى تعزيز التعاون ثلاثي لتبادل الخبرات والممارسات التنموية ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة البحر الأحمر لمكافحة التغيرات المناخية وجهود تنمية وتطهير منطقة الساحل الشمالي الغربي